لماذا هناك هجوم على الاقتصاد التركي؟ هناك هجوم على الاقتصاد التركي لأن الورقة الاقتصاد هي الورقة التي أربحت أردوان أكسبته 15 استحقاقاً انتخابياً منذ عام 2002 إلى عام 2022 وبالتالي لدينا انتخابات 2023 بايدن ماذا قال قبل أن يأتي للحكم؟ قال يجب أن نتعاون مع المعارضة لإسقاط أردوان من خلال صندوق الاقتراع لذلك اجتمع رؤساء ستة أحزاب نعم قبل أيام نعم جميعهم مدعومين من قبل أمريكا والورقة الأساسية كلهم مدعومين من الأمريكا؟ كلهم مدعومين من أمريكا حتى علي بابجان وأحمد داود وغلا نعم وهناك لقاءات مع المعارضة المسلمين الأمريكان ومسجل ذلك وواضحة المعالم لذلك الورقة الوحيدة الذين هذا اللقاء يقلق حزب العدالة والتنمية في تركيا؟ لا يقلق أبداً هذا يعريهم هذه الصور خرجت الناخب التركي يا سيدي الناخب التركي حصيف وحكيم وذكي ويعطي صوته لا ليس صوته يعطي روحه لمن أعطاه الحرية والكرامة والعزة والاستقلالية تركيا اليوم غير تركيا الأمس وبالتالي الورقة الوحيدة الذين يحاربون فيها أردوغان هي الورقة الاقتصاد وبالتالي الهجوم على العملة الهجوم على التصريف الاعتمالي أمريكا سائمت من ما يسمى هذا النموذج التركي المستقل سيادياً والذي الآن هو يتربع على أصبح نموذجاً لدول المنطقة وبالتالي هذا مزعج لهم يقول إسرائيل تقول تركيا ليست صديقة لنا أردوغان ليست صديقة لنا وبالتالي يجب معاداته هذه تصريحات الأسبوع الفائت أمريكا بايدن إلى الآن يقول يجب أن نكثف التعاون مع المعارضة التركية إذن ماذا يدل ذلك؟ يدل على نجاح الحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في تحقيق أهداف ضد أهداف لأمته وأهداف لشعبه وأهداف لوطنه وللمنطقة أجمع تخفيض